تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز عبر قناة سلبي سبورت في يوتيوب اللي دائما بقولكم تشتركوا فيها اليوم مباراة برشلونة مع ريالبيتيس كان كثير مهم الفوز فيها ولكنه ما تحقق وبرشلونة خسر الفوز كان هيكون ثالث فوز على التوالب الدوري كان هيخلي برشلونة يضغط أكثر وأكثر على المركز الرابع على أمل أنه يوصل التوب فور قبل نهاية السنة عشان السنة الجاي تكون سنة طموح سنة ارتياح كما أنه الفوز كان اليوم هيكون رسالة تطمين وتجهيز نفسي قبل مواجهة بارميونيخي الحاسب والمصرية هروبا من الدور الأوروبي مع التجديد أنه ريالبيتيس بعيش موسم جيد كنا عارفين أنه المرة ستكون صعبة فريق متماسك عنده شكل عنده منظومته الواضحة مع بيلي جريمي وعنده أسلحته اللي بتقدر تأذيك في كثير مواقع مباراة بيتس مع مباراة فياريال ربما طلبت بالجماهير شوي تهدى من تفاؤلها المستعجل لأنه جميعنا بنعرف أنه تشافي ورث فريق محطم من حيث أساسيات النجاح فريق لا إله شكل ولا لون ولا بتحب تشوفه فبالتالي تشابي محتاجه وقت عشان يوصل للفريق اللي بيطمح فيه جمهور برشلونة رغم أنها مباراة اليوم ربما أحبطت جماهير برشلونة قبل مواجهة بايرن أنه ربما الإنقاذ الوحيد عشان يتأهل برشلونة يجي بايرن مرهق غير معني أنه يتعب أكثر بعد الكلاسيكر اللي بيلعبوا اليوم مع دورتموند خلال حلقة اللي حمر فيها بتفاصيل اللقاء حكي عن ثلاث أمور مهم جدا بتمنى تركزه فيهم المسألة الأولى الشي الوحيد اللي ما عمله برشلونة اليوم عشان يفوز ومش هو تسجيل أهداف حرفيا والشي الثاني الإلعاب اللي قيدت شافي بالشوط الأول وقتله في الشوط الثاني أما الشي الثالث فإنه في شوية أمور بتتحسن رغم أنه النتيجة اليوم بحبطة مباراة بايرنونيق أثرت كثير على التشكيل الأساسي شفنا إراحة دي يونج شفنا إراحة بيكي وأيضا شفنا زلزولي بيبدأ على اليمين بدل ديملي وديست اليوم بدأ أول مباراة إليه كأساسي منذ وصول تشافي وشفنا أيضا كوتينيو بيبدأ أساسي على الجهة اليسرى مباراة اليوم أثبتت أنه برشلونة فعلا تحسن منذ وصول تشافي على مسألة الصعود بالكرة من الخلف دائما لما يجي لخط الدفاع يطلع الخيار الوحيد مش بوسكتش عندهم زي ما كان في الماضي منشوف دائما لعبة الوسطة عم يأخذوا شكل ممتاز سواء لما كان نيكولاس كونزالس مع جابي كانوا يأخذوا شكل كويس مع الأجنح الهجومية تأخذ شكل تعطي خيار مختلف للصعود بالكرة غير الخيار القديم اللي كان سهل جدا تحاوط في برشلونة لأنك عارف أن الكرة لازم تمر من عند بوسكتش أيضا البرشة مع تشافي حافظ على فكرة توسيع رقعة اللعب بالشكل العرضي فدائما الأجنحة موجودة سواء لما كان كوتينيو أو راح الزلزولي مكانه أو ديمبلي لما يجي بدل الزلزولي دائما الملعب مفتوح من اليمين لليسار وهذا الشيء كان عيب كبير في برشلونة في الفترة الماضية هو عم بحاول يعالجه وحتى عم يتمسك بمبادئ بهذه المسألة لأنه بيعتقد أنه هذا الشيء الوحيد المنطقي عشان تجبر دفاع خصمك يتمدد فتقدر تدخل منطقة الجزاء وربما شفنا في الشوط الأول الزلزولي عم بضطر دائما يروح واحد لواحد أو واحد لاثنين حتى لأنه جوادرادو كان عم بيجي ساند أليكس مورينو فدائما كان هو مضطري بادر لوحده بشكل فردي لأنه دست ما كان عم بيطلع لأنه لعب الوسط ما عم بيساندو فكانت سهل المهم لريال بيتس على الأطراف لأنه بخاصة بالثلاثين دقيقة الأولى وشوفوا الصورة هاي اللي عم تطلع الآن هي بتوريك أنه بس الباب لمس الكرة قرب الثرث الأخير مرة واحدة دست ما لمسها أساسا في الثرث الأخير وهذا دائما كان عم بيجبر أجنحة برشلوني واجهوا واحد لواحد وحتى أمرات يكونهم واحد لاثنين فكانت الأطراف غير فعالة وربما شفنا الفرق لما نزل ديمبلي دست صار يساندو أكثر وبالتالي كان دائما ديمبلي قادر يلقي دست يخليه لعب الكرة العرضية اللي صنعت شوية خطورة اتشابي بعد مساعة مع البطء اللي فيه الفريق مع عدم تقدم الأظهرة مع إصابة جافي عرف أنه الوضع على الأغلب مش حيمشي تمام فلازم يغير شيء وفعليا حرر آلبة بشكل أوضح في الشوط الأول حاول يطلب من لعبته يلعبه بكثافة أفضل للأمام لكن كانت لسه محدودة بس الغريب واللي كان ملاحظ جدا من الشوط الأول في آخر ربع ساعة مع تكملت الشوط الثاني كل ما برشلوني كان يزيد رغبته بالهجوم كل ما بيتس كان عم بيقدر يرتد ويلقى مساحة ويدخير الكرة منطقة الجزاء دائما منذ الشوط الأول شفنا مورينو تجي كرات داخل منطقة جزاء برشلونة وهذه المساحات دائما كانت على الأطراف دائما يدعب لعب ريال بيتس هناك بعدين تضرب الكرة نحو منطقة جزاء هدف إخواني تم إلغاؤه ثم جاء الهدف الحاسم زي ما شفنا لاحقا واللي خسر برشلونة اللقاء وهذا ناجم أنه برشلونة لسه ما تحسن مع تشابي كما يجب بمسألة الارتداد من الهجوم للدفاع وهذا هو العيب اللي آذى وقيد تشابي في الشوط الأول وقتلهم في الشوط الثاني في الشوط الأول برشلونة كان تماما مش قادر يربط ما بين خط وسط و خط هجوم ولعب تبيتس تحديدا محورينهم كان عم بلعب ممتازة مش قادر يربط كان مطلوب بشغلة بسيطة إما الكرة تصير أسرع أو لاعب الوسط إي بادر فرديا ويجري بالكرة أو الأظهرة تصعد أكثر هذا الشي كله صار في الشوط الثاني كل شيء تحسن بالشكل الهجومي اللي برشلونة في الشوط الثاني وتحسن أكثر وأكثر لما نزل ديمبلي لأنه مع نزول ديمبلي صار فيه محور هجومي يبحثوا عنه اللاعبين فيه واحد يفكروا فيه وهذا اللي حيشينه في الهجوم فبوسطوله الكرة بشكل أسرع كان فيه نوع من التحفيز اللي عمله ديمبلي لللاعبين أيضا ديمبلي بأفكاره بتسديداته حتى اليوم لعب بشكل مختلف عن زلزولي ما كان عم بيعتمد بسعى مهارته الفردية كان عم بيستنى الضهير يطلع معاه كان عم يلعب كرات في عمد منطقة الجزاء قدم شيء مقبول على الجهة اليمنى لكن المشكلة أنه كان بلعب نصف ساعة فقط أيضا دخول دي يونغ حسن منطقة الاستحواذ فشفنا أنه برشل لما كان استحوذ قبل دي يونغ بثلثة فعلا من الملعب مع دخول دي يونغ صار على مشارف الثلثة الأخير في الملعب فالكرة عم بتدور بس بدها غلطة واحدة من بيتس وبتدخل منطقة جزاء وكثير دخلت كرات منطقة جزاء بيتس وخلق أكمل فرصة بالرغم من تعرض للمراوغة قبل هدف بيتس لكن دي يونغ عم للي كان لعبة وسط برشلونة يلازم يعملوه في الشوط الأول اللي هو يركض بالكرة مش بس مجرد يمرر الكرة يركض فيها عشان يجد مكان أفضل يمرر منه ومكان أفضل يمرر له السرعة أفضل الاستحواذ أفضل خيارات دخول الكرة منطقة جزاء أفضل لكن شيء واحد ما صار برشلونة ما عارف يلق دي باي اللي كان محاصر بشكل ممتاز جدا من قلبين دفاع بيتس واللي كان شوي مستسلم لهذا الحصار ما كان عم بيحاول يتحرك ربما كثير مطيع لأوامر المدرب لكن ما كان عم بيحاول يتحرك بشكل مفاجئ للخصوم وهذا كثير خلها مقيد خلها معزول وهذا الشيء الوحيد لبرشلونة ما عامل نعم اجت له فرصة فرصتين برشلونة لكن برشلونة لو كان قادر يلقى دي باي بشكل جيد داخل منطقة جزاء أعتقد كان هو أو غيره سجلوا أكثر من الهدف بالشوط الثاني صعوبة المباراة تكتيكيا مع خصم بعيش حالة فنية حتى الآن أفضل منك بشكل عام مع تفكيرك الذهني والبدني في مواجهة مصرية مع بايرم ينغ مع أنه الفريق لسه ما تحسن ببعض الجوانب الأساسية في كورة القدم مع غياب فاتي والخوف على ديمبلي وبالتالي بتلعب ونصف ساعة بس صحب أتخير أنه كان ممكن المباراة تيجي بإخراج أفضل من تشابي نعم خسر لكن كان ممكن يفوز وشوفنا مثلا أكثر من فرصة ضاعة كان ممكن تودي المباراة للبرشا الموقف بشكل عام اللي فيه تشابي الآن في هذه الفترة هو موقف محير حتى محتاج وقت محتاج سلسلة نتائج حتى يبدأ يقدر يعني نحكي يتجرأ أكثر يطبق أفكاره هارد لك لجمهور برشلونة بنوصل هنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك أيضا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة